السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى تكونوا بألف صير وإنتوا بتشوفوا الفيديو المميز اللي حنشوفه مع بعض النهاردة واللي هنعرض لكم من شلاله مجنوعة متميزة وهو جديدة من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والمنظمات والإفتراعات والأجهزة الذكية جدا اللي بتساعدك أن ينتي تنظمي وترتبي بيتك في كل سهولة وده غير طبعا أدوات التنزيز اللي استخدامها بيبقى سهل جدا واللي ما بيحتاجش منك أي مجهود واللي بيساعدك على استغنال وقتك بأفضل الطرق فلو دي أول مرة بتشوفي قناة الأدوات المنزلية أتمنى أنك تنظمي دينا ودعا طريق الضفط على زر الاشتراك ولو حب أنه يمصنك إشعار بكل فيديو بديد بينزل على القناة تقدر أن تدفع علي جرس الإشعارات لإشعار الكون ودلوقتي حنبتدي الفيديو بتاعنا ونشرح مع بعض كل الأدوات والمنتجات اللي موجودة معنا في الفيديو ده ونشوف إزاي نقدر أن احنا نستصدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو كان العادة حكلمكم عن الطرق أن تقدروا منسللهم أن أنتوا تجيبوا كل حاجة أنتوا محتاجينها وهنا حنشوف مع بعضها عندنا منظمات للكوابل المنظمات دي بيجي معاها قطعات بتساعدك أن تثبت المنظمات دي عليها عن طريق خاصية المغناطيس وتقدر أن تتخزيني في المنظمات دي مختلف أنواع الكوابل البدرة أجيب تبقى وهو كده عندك بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم لتخزين وتنظيم البيض بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا زي 15 فيضة تقدر أن تتنظمي جوه التدلاج ده أو بره التدلاجة وهو كده كده حجمه صغير مش بياخد عندك أي مساحة جوه التدلاجة وهنا حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من القطع العزلة للحرارة ولتقدر أن ينزل تستخدميها تحت أي حلة سخنة أو صنية أو طبق ساخن هنا حنشوف مع بعضها عندنا منظم لتخزين التوابل سواء التوابل البدرة أو التوابل الصحيحة والمنظم ده بيحتوي على 6 خانات كل خانة منه بيجي معاها المعلقة الخاصة بيها وتقدر أن تتسبك المنظم ده عندك على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه بعض لوازن البطف اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم للحمام المنظم ده تقدر أني تتلظمي به كماية كويسة من المنادير والعطور والكريمات وكمان تقدر أني تتلظمي مع جون الأسنان وفرش الأسنان وفرش الشعب وطريق التسبيت المنظم ده على الجدار سهلة جدا مش محتاجة لأي أدوات تسبيت بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا الشماعة اللي بتساعدك أني تتوفري مساحة كويسة جدا جوة دولاب عندك وتقدر أني تتعلق عليها خمس شماعات تانية وغير كده الشماعة زلت نفسها تقدر أني تتثبتيها عندك على طرف الشباك أو على طرف الكورسي أو الدولاب وغير كده الشماعة دي مناسبة جدا في أوقات السفر هنا حنشوف مع بعضها عندنا مقشرة تقدرين أني تستفيد منيها في تأشير الفضار أو الفكهة وأهم حاجة في المقشرة دي إن هي كل الأشي اللي أنت بتأشريه بيتجمع بالمقشرة ذات نفسها بعد كده معانا الفرشة اللي بتساعد على تسليق المصارف عندنا أو الكود بطريقة سانة وبسيطة جدا هي عملية جدا في الاستخدام وبتحرك معاك بأي طريقة أنت عايزها هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك أني تعملي مختلف الأكلات على البفار تقدر أني تسلو البيض أو الدرق أو أي حاجة تانية أنت عايزها بعد كده حنشوف موضع عندنا مطحنة القهوة وتقدر كمان أني تستخدميها لطحن مختلف البقليات أو التوابل بكل سهولة زي ما أنت شايفة معايا كده النكايج بتاعتها نيلة جدا هنا حنشوف مع بعضها عندنا مقشرة ومبشرة في نفس الوقت تقدر أني تتأشري بيها القدار بجميع أنواعها وتقدر أني تبشريها بشكل متساوي زي ما أنت شايفة معايا كده من خلال الفيديو هنا حنشوف مع بعضها عندنا مفرنة الخضار طبعا طريقة استخدامها سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين مع بعض كده تقدر أني تقطعي به الخضار بأشكال كتير قوي وغير كده أن طريقة تنظيف المبشرة سهلة جدا بعد كده تعالج فيه معايا مجموعة من الغطيان اللي تقدر أني تغطي به والأطباء بطريقة بتساعدك أني تتحفظ على الأكل بتاعك أنه ما يجيش عليه أي نموز أو أي دبان وأنه ما يجيش عليه أي عفرة بعد كده حنشوث مع بعضها عندنا منظم للصبون وتقدر أني تثبتها عندك على القط في المطبخ وتنظم عليه مختلف أدوات ولوازم التنظيف الخاصة بتنظيف الموعين أو بتنظيف المطبخ بعد كده حنشوث مع بعضها عندنا جهاز لسلق البيض وتقدر أني تسلقوا بيض مختلف الأطعامة اللي أنت تفضلي أني تعمليها على البخار بعد كده تعالج في معايا المنظم الجميل ده اللي بيحتوي على خمس رفوف تقدر أني أنت تثبت عليه الأطباء اللي أنت بحضره عليها كل الخطر اللي أنت يتستخدميها في لأك أو مختلف الأطباء اللي أنت عايز تحضر بيها زفرتك بعد كده معانا مجموعة من القطع اللي هي تعتبر غطيون لمختلف العبوات اللي بتبقى موبودة عندنا يعني لو أنت عندك زي زمانية وكده تقدر أني أنت تثبت عليها الغطيون دي بدي تستفيد منها بكذا طريقة مختلفة هنا معانا منظم للتوابل أو منظم للصفات والزيود بيجي عندك على شكل دائري وتقدر أني أنت تحركيه بكل سهولة وتختاري الحاجة اللي أنت عايزها منه وتقدر أني أنت تعمليه كمان منظم للميكوب أو لمختنط اللوازم الشخصية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم لمعجون الأسنان أو فرش الأسنان وتقدر أني أنت تتمنظني به مكنة الحلاقة أو فرش الميكوب أو فرش الشعر الحقيقة إحنا شايفين مع بعض المجموعة متمايزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام لو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى أنتوا تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زر اللايك ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة تعرضت في الفيديو ده اتداروا أن أنتوا تكتبوا لي فقط التعليقات وأنا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شوفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا إزاي إن إحنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة إنها كلها أدوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر إن إنت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتفاهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت أمل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر إن إنت تعرفي إيه يا الحاجة اللي إنت محتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ما نتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي إنت محتاجة أن إنت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت إن إحنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم إن إحنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن تلت طرق تقدر إن إنت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي إنت متواجدة بيه فببدايات كده لو إنت عايزة طريقة معتمدة تقدر إن إنت تجيب كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق علي إكس براس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بانجود أو تطبيق إي بي طبعا يبتطبي قضي مشكلتها إن هي تكليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا أما بالنسبة للأسعار البضاعة فهي بتبقى متغوتة يعني في عندك أدوات أو أنت كانت بتبقى أسعارها معقولة وفي أدوات تانية تبقى أسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي إنت عايزة تجيديها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة حيبقى ليها استعرم اختنس وعايز أوضح لكم حاجة كمان إن تكليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي إنتم موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية إنما مثلا الشحن لأمريكا أو لفرنسا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها من صفت شوية أو في دول بيبقى الشحن لها مجاني فأعتقد إن الطريقة دي تقدر من أنت تتندوها على حسب المكان اللي إنتم متوجدين به بعد كده تعالوا أقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم أو تحديدكم مشكلة تكليف الشحن وهي الصفحات من فيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الأونلاين وبتطعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوظة أو على حسب المكان اللي إنتم موجودة به طبعا الصفحات دي حتلاقيها لو إنتم موجودة في مصر أو في الأردن ما عرفش بقى لو أنت بسهلا في السعادية أو في الكويت وانتين تلاقي الصفحات دي أو لأ بس ما عايز أقول لك أن طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدروا أني تكتير في خلط البحث الموجودة في الفيسبوك أدوات منزلية في مصر أو في الأردن أو في السعادية أو في الكويت طبعا على حسب البلد اللي إنتم موجودة بيها وأنا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي أبل كتا في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا أني تشوفوا وتستفيدوا عينوا أما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي تبقى موجودة على أرض الواقع أو المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي طبعا بتحتاج لمن الجهة الغريف بتلاقي كل الأماكن اللي بتبيع الأدوات دي فلو أي حد بيعرف أي مكان أو أي محل بيبيعكم المنتجات دي أتمنى أنه يكتب لنا بخلط التعليقات علشان يكونوا يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة أتمنى أن الفيديو تكون عجبكم وأن كل الأدوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم لا تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بتضغط على زر اللايك ولو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا أني تضغطوا على زر التسلايك ولو عندكم أي استفسار عن أي أداء أو أي منتج يتعرض في الفيديو ده تقدروا أني تكتبوا لي في التعليقات وأنا هرد عليكم في قراءة وقت ممكن نستنون إن شاء الله أشوفكم على خير في الفيديو القديم بكرة سبكم في راية الله